يلا نرفع النار شوين جاهز احنا للطبخ اذا فتت مكدوس حالا بحاجة لكوبين من البتنجان المقطع الى مكعبات والمقلي كوب من اللحم المفروم ربع كوب من الطحنية بدنا كوب من اللبن اكيد لبن المراعي وبدنا كمان كوبين من صلصة البندورة البيتية صلصة عادية جدا بتبعت البيت وانا سبقل حكيتلكم عنها عدة مرات بدنا كمان اكيد خبز بدنا كوبين من خبز الطسلم حمص وكمان بدي زيت زيتون ربع كوب فصوم مفروم اكيد بدنا شوية ملح وكمان شوية من الفلفل الابيض او الاسود اوكي قبل ما ناخذ اوله اوكي مساء خير يا نور نور مساء الخير السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله اهلا نور كيف حالك انا بديك شف بديك يا رب هذا المسهلا كيف صحتك الحمد لله يا هلا فيك شكرا انا الفوتو السيني العفو جاهزين اي شي بتكم اياه انا كنت بحكي قبل الفاصل بحكي انه ما حطيت اسمعها زاز ولا همه بس انتبهت هناك حطيت تكرموا يا نور ولا همك بدي اسألك بالنسبة لام علي عملتها مبارح كبه او اوله هلأ بتفضلها الخبز توست ولا في ما بعملوها بالرقاءات الاثنين شوفي ممكن استعمل الباف بيسري للكروسان ممكن استعمل الخبز العربي ممكن استعمل الخبز التوست الخبز الشراك اي شي عندك بس هو طبق قديم كلاسيكي كان يستعملوا الخبز العادي بس طبعا مع تطور صارتنا نستعمل الخبز التوست ونستعمل الكروسان ونستعمل اللي مش فيه مناسب اوكي اوكي نبدأ في تجهيز صلصة المكدوس نبدأ في تجهيز قليه من البصل والزيت وبنحكي مساء الخير لا اسراء اسراء هلو هلو مساء الخير كيفك شاب يا هلأ يا حيالك قلع انت بخير وانت بخير شاب ما تعرفت تشعيني ممكن نحط بدال الكريمة بشامل مرة ثاني بس في السؤال ممكن نحط بدال الكريمة بشامل نعم هي اصلا اساسها بالبداية ممكن استعمل البشامل ربع كوب زبدة ربع كوب طحين مع نتر حليب ومكعب من منق الدجاج ورشة جوس الطيب وفلفل ابيض بغلية وتكون بديل للكريمة نعم بصير تحياتي لك اوكي هون رحبدة اضفنا البصل واللحمة هون ربع عندي ممكن استعمل انا ربع نستعمل لحمة خروف ولحمة عجل نص بنص حتى اعطي نكهة لفلتة المكدوس نقلب بس ما بدي انسى انا كمان ما بدي انسى حلوة جزر نروح نشوفها غاد ايش صار عندنا فيها عم تغلي وهي بدت بدت تتسبك وبدت عنا المي تختفي من الجزر اه لسه بدها وقت بدها بالضبط اربعين دقيقة حتى تكون جايزة خليها الناد تطبخ ونرجع نحضر فتة المكدوس يا السلام علينا اللحمة نزل كل الامور هاي راح اضيف فلفل ابيض وراح اضيف الملح ومنحكي مساء الخير مساء الخير مساء النور كيف حالك الحمدلله كيف كنت شيف اهلين يا رماس شخبارك الحمدلله يسلم وديك على الطبخات الزاك وديك يا رب اهلا وسهلا كل الام وانت بخير وانت بخير وانت بخير يا رماس والله بس بدنا نطلب منك تعطينا مقادير مقادير عزينة القطاية ايش هي عزينة القطاية لا بكرا لا بكرا ان شاء الله لا بكرا بكرا ان شاء الله اعجب لكم وصفة كثير منتبه ان شاء الله تحياتي يا رماس اوكي هون بس اللحم عندي بلس تنطبخ اذا اضفنا بقلية او بدانا في قلية من البصل والزيت النباتي اضفنا اللحم ومن ثم اضفنا الملح والفلفل وعندي سلسة البندورة البيتية جازة وكمان عندي خبز محمص حمصنا خبز توس ممكن استعمل الخبز العربي استعملوا اي نوع خبز بتكوية ولكن يستحسن يكون خبز اه يمتص يعني يتشرب هاي الفكرة من الفتة انه يتشرب هالنكهات الطيبة فطبعا كمان عندي البتنجان كمان او البتنجان طبعا عبارة انه بتنجان عندي مقلي وجاهز للشغل وهسا بدنا نستقبل سمير حبيبنا وانا كالسمير هاي اللي طلتها منك هذيك اليوم صار هاي المرة ثالثة يا سمير هاي المرة ثالثة بس هاي الاكل اللي طلتها منك هذيك اليوم نعم صار طبعا لمني اياها مقدوس طيب ركز معي فت المقدوس اول شي بدك تجيب بصل تبدأ بزيت حامي عم تسوي شي دك سوي سلصة أوكي سلصة مكونة من رب البندورة والبصل نعم او سلصة البندورة البيتية والبصل سيت بصل لحم مقلب بهرات ملح فلفل بدكية اه بعدين بتنزل ايش هاي وين على اللحمة اللحمة هاي اوكي رب سلصة البندورة تنطبخ شوي صغيرة فتتصرب فيها الخبز بكون عندك بدنجان مقلي وجاهز ننضيفه نكون عاملين توبينغ مكون من اللبن المراعي وطحنية اوه بس اكله لا رهيبة اكله واعترفني اوكي خلينا نضيف البندورة الان يا نضيف اول ما تغلي كون البندورة البيتية عندي انا مطبوخة ومغلية بس تغلي بتتسبك مع بعض شايب امورها كويسة هون ناخذ محمد اتصال يلا محمد مساء الخير حبيب مساء الآن الشيف هلا يا حبيبي بس مساء الورد كيفك الله يمسيك بانوار النبي مين الله يمسيك بانوار النبي الله يمسيك بانوار النبي يا حبيبي اهلا وسهلا يا شبتنا طريقة القطايف الله تخليش لا بكرة لا بكرة القطايف لا بكرة ماشي لاحقا ملحظا ملحظا لاغطيها فرصة تغليل لما تحرك بتدخل هول بارد تبرد كيف هي والربع يعني منكم الاستفيد ليلى ليلى من نعور ليلى مساء الخير يا ليلى مرحبا كيفك يا ليلى بدي اسرنه على الشيف نظال هاي الشيف نظال باسمعك كيفك ياليلى مساء الخير نيحة يا هلا انت بخير لمضان كريم الله أكرم وانت بقاله بخير تحياتي كيف حالت الحمد لله دي أسألك عن اللزانيا اللزانيا اسمعي اسمعي يا ليلى اللزانيا راح أسوي لكم إياها ولكن بنفس اليوم راح أجيب لكم لزانيا من نبيل نفس وصفتي مش حاجة تتغلب بس أجوكي بتسويها بس هي جاهزة وأمورها تمام تسخيني مدة ربع ساعة وتؤكل مباشرة جاهزة بس سخينيها كلها جاهزة جاد ولا بالمايكرويب بالفرن العادي طبقات بشامل مع البولينيس سوس ايشي بعجبني أوصف أكثر أوصفنا دمار دمار خش علينا بالزاكري شو صار صار في نغلي بالساتة قلت راح تغلي مش راح تغلي لأ بتغلي عيش شوف شوف النار كي بلا محص المقادير أي طحنية اخلط 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 كيف اخلط هيك أيوه 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 هاي ثوم تاي أوكي ملح ياويلي عليك هشوف الشوف سمير بالله كي هيك طل 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 شويث مية سمير شويث مية سمير او محمد كيف حالك طصل علي عبيب قلبي ستجيك ايب يلا هي طرعت سهولة السلاحة جدا وانا اتشهد عحيلي لو اتشهد عحيلي أوكي تمام كمان شوي بس هيكة بس عشان يعني اه ترخيها تنخيها؟ يعني هيك ها؟ ايو 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 اين يا ربك اذا شربنا الخبز تنجان عندنا المقلي هايو اين عين عليك يا رب يا سلام يا سلام الفتي ها بتخبيلك هيها لو سمحت بتخبيلك هيها بدي افطر منها انا وعلى وجمها اليوم والشراب اذا ممكن حبين منها صعب بس هادي بس هاي بتكفي بتكفي سبعة أشخاص معلّهم هاي هاي بتكفي سبعة أشخاص بصدق لي انا وعلىي سبعة أشخاص كل واحد بنا ثلاث ونص ثلاث ونص ايوة شو مهن نسوي هزة؟ شب عليك كيف نسوي؟ نendsين الكريمة؟ شو مهن لا؟ يا السلام انا هاي اللقطة اللي مستنيها يا الله ممكن تتسوي بالأردن شايب 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 ايوه 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 Clyde طب اه بدك تحط زيادة. لا لا كف كف. انا انا بحيب البناتها زيادة. يا اخوي ما هو زايد زايد اخونا ناقص يعني. مازم. ايوة. طيح. هيك اه بالله انا خلينا اقدمها بالله عليك. يلا بس احط شوية بك حونا شوية. اه. استنى يا حبيبي يا علي استنى يا اخوي. علي مستعجل ها. علي خرب. علي خرب من المنظر. ما هو في بشاعة يعني في في اشي مش معقول هيت. رشية كبير. ايوة. 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 يلا يا سبير. استاذي الفاضل. اعزائي الكرام هذه هي المرة التالثة التي زرت فيها الشيف نظال البريحي. والاخيرة. والاخيرة. انا مغادر ونراكم ان شاء الله في استوديو رمضان في حلقة جديدة باذن الله تعالى. مع السلامة. يا حبيبي يا رسيبي. هاي مش عطاول التقديم هاي سلامة. اشتركوا في القناة.